اشتركوا في القناة دعونا للاحظ هذا السؤال السهل البسيط كمدخل لدرسنا اليوم لدى ما جد علبتان في كل علبة العدد نفسه من أقلام التلوين ولك ما جد عنده علبتين كل علبة فيها العدد نفسه من أقلام التلوين السؤال عندي ما العدد الكلي لأقلام التلوين تعالوا نفكر في حل هذا السؤال أولا أنا ما أعرف العلبة الواحدة كم فيها قلم من تلوين إذن أقدر أقول أن العدد الكلي لأقلام التلوين يساوي ناتج ضرب اثنين في عدد الأقلام في العلبة الواحدة يش قلت اثنين لأنه قالك علبتان في عندك علبتان إذن اثنين في عدد أقلام العلبة الواحدة لاحظ معي أنا العلبة الواحدة ما أعرف كم فيها علشان كذا ما أعرف ما حطيت قيمة ما حطيت عدد ما قلت اثنين ضرب عدد لا لأني أنا ما أعرف العلبة الواحدة كم فيها لذلك قلت ناتج ضرب اثنين في عدد الأقلام في العلبة الواحدة طيب خلينا نكتبها بطريقة جبرية اثنين ضرب نون ما هي الاثنين هذه قالك الاثنين عدد علب أقلام التلوين وهي قيمة معلومة لأنه قالك علبتان عشان كذا كتبت اثنين ضرب النون هذه ما هي النون قالك النون هي عدد أقلام التلوين في العلبة الواحدة وهي قيمة مجهولة لاحظ معي الاثنين أنا عندي علبتان طيب النون النون هو عدد الأقلام في العلبة الواحدة طيب أنا العلبة هذه ما أعرف كم فيها والعلبة هذه ما أعرف كم فيها عشان كذا حطيتها نون هذه تسمى عبارة جبرية وهي عبارة الضرب اثنين ضرب نون طيب تعالوا نشوف مع بعض أمثلة توضح المفهوم أكثر لاحظ معي مثال واحد أوجد قيمة العبارة اثنين نون إذا كان نون يساوي خمسة أولا اثنين نون العملية اللي بين الاثنين والنون هي عملية ضرب ولكن الضرب هنا مخفي طيب تعالوا نمثلها نمثلها بهذا الشكل لاحظ معي كوبين اثنين نون يعني كأنه يقولي كوبين هذا كوب وهذا كوب اثنين نون أنا مثلت اثنين نون بكوبين ممتاز طيب الآن هو يقولك النون الواحدة تساوي خمسة يعني الكوب الواحد في خمس كرات بهذا الشكل لاحظ معي نون يعني خمس كرات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يقول الكوب الواحد تقدر تحط في خمس كرات بهذا الشكل ممتاز ايضا خمس كرات في الكوب الآخر لاحظ معي اذا لما يقولي نون يساوي خمسة هو يقصد ان كل واحدة من النون فيها خمسة طيب انا مثلت النون اثنين نون مثلتها بكوبين يعني الكوب الاول فيه خمسة كرات والكوب الثاني فيه خمس كرات طيب الآن كم لدي من كرة تعالوا شوف مع بعض نمثلها بطريقة الجبرية اذا اثنين تنزل اثنين عملية الضرب لأن فيه ضرب مخفي ضرب كام خمسة ليه قلت خمسة لأن النون الواحدة بكم بخمسة فانا اخذت النون هذي بكم بخمسة هو اعطاني في السؤال قال لك نون تساوي خمسة طيب الآن بشوف الناتج الناتج عندك هنا خمسة وهنا خمسة كم صاروا عشرة بتاع شو معي هذي خمسة وهذي خمسة عشرة اذا اثنين ضرب خمسة تساوي عشرة اذا قيمة العبارة اثنين نون اذا كانت نون تساوي خمسة فهي تساوي كم عشرة هذه العبارة تساوي كم عشرة مثال اخر اوجد قيمة العبارة اثنين ضرب الف يعني في بعض الاحيان يحط لك عاملية الضرب واضحة وفي بعض الاحيان تكون مخفية عادي جدا الآن نكمل السؤال اذا كانت ألف تساوي ثلاثة لاحظ معي يقول قيمة العبارة اوجد قيمة العبارة اثنين ضرب ألف اذا كانت ألف بثلاثة يعني ان الاثنين رح تنزل وعملية الضرب تنزل طيب الالف هنزلها بعد قال لك لا الالف مكانها قيمة معلومة طيب من وين اجيب هذا القيمة قال انا عطيت كياه في السؤال قلت لك الف بثلاثة يعني حطي مكان الالف كام ثلاثة بهذا الشكل لاحظت مرة اخرى الالف بثلاثة من السؤال مباشرة طيب اثنين في ثلاثة اثنين في ثلاثة يساوي ستة ناخذ ايضا مثال اخر اوجد قيمة العبارة سبعة ضرب جيم بس ان الان الضرب مخفي سبعة جيم اذا كانت جيم تساوي ستة لاحظ معي بنفس الطريقة السابقة سبعة ضرب جيم السبعة تنزل وعملية الضرب تنزل طيب الجيم كم رح يكون مكانها ممتازين ستة ليه لان هو عطاني في السؤال قال لك ترى جيم مكانها ستة القيمة المجهولة هذه او الغير معلومة حط مكانها ستة من وين جبتها من السؤال من نص السؤال جيم يساوي ستة بهذا الشكل لاحظ لاحظ الان احط مكان الجيم كم ستة اذا الان سبعة ضرب ستة يساوي ممتازين جدا صحيح اثنين واربعين بارك الله فيكم صحيح طيب الان خلونا نشوف التدريب اوجد قيمة العبارة ثلاثة فا اذا كانت فا تساوي عشرة من يقول لي شي العملية اللي بين ثلاثة والفا بارك الله فيكم ممتازين صحيح عملية ضرب اذا اقدر اقول ثلاثة ضرب فا طيب الثلاثة تنزل والضرب ينزل والفا وشي صير مكانها عشرة اذا ضرب عشرة صير ثلاثة ضرب عشرة ممتازين ثلاثة ضرب عشرة كم يساوي ثلاثة ضرب عشرة يساوي ثلاثين بارك الله فيكم ممتازين اذا هذه على عبارات الضرب الان نبننتقل ايضا لعبارات القسمة يقول اوجد قيمة العبارة فا تقسيم خمسة اذا كانت فا تساوي عشرة لاحظ معي فا تقسيم خمسة الفا عندي هنا قيمة مجهولة لازم احط مكانها قيمة معلومة طيب من وين اجيب القيمة المعلومة من السؤال هو قال لك في السؤال ترى الفا بعشرة اذا راح اشيل الفا هذه احط مكانها كم لاحظ معي عشرة من السؤال مرة اخرى لاحظ من السؤال لاحظت تقسيم هذه قسمة خمسة اللي في السؤال طيب عشرة عشرة تقسيم خمسة هيا شو الطار كم يساوي ممتازين صحيح يساوي اثنين اذا عشرة تقسيم خمسة يساوي كم يساوي اثنين بارك الله فيكم صحيح ناخذ ايضا مثال اخر اوجد قيمة العبارة فا تقسيم جيم اذا كانت الفا بعشرة والجيم بخمسة الان الفا قيمة مجهولة والجيم قيمة مجهولة طيب من وين اجيب قيمها لاحظ معي قل لك في السؤال هنا خذ الفا بعشرة وخذ الجيم بخمسة يعني الفا هذه ابشيلها من مكانها وبحط مكانها كم لاحظ معي بحط مكانها عشرة تقسيم هذه القسم انزلت طيب والجيم هذه والجيم احط مكانها كم خمسة ممتازين لانه في السؤال قل لي خمسة وهذه الخمسة بارك الله فيكم صحيح طيب الان عشرة تقسيم خمسة عشرة تقسيم خمسة يساوي اثنين اذا في هذه العبارة عطاني قيمتين مجهولة الفا والجيم لذلك عوضت مكانها بقيم معلومة عطاني اياها في السؤال طيب الان دعونا ننتقل لتدريب شوف جاسين ناخذ امثلة وتدريبات مختلفة تعطيني اشكال مختلفة ولكن الفكرة هي نفسها اوجد قيمة العبارة فا تقسيم جيم من قوسين ضرب تسعة اذا كانت الفا بعشرة والجيم بخمسة تعالوا نبدأ نشوف انا راح اشيل القيمة المجهولة اللي هو الفا وحط مكانها عدد وشيل الجيم اللي هو القيمة المجهولة وحط مكانها عدد الاعداد هذي من اجيبها من السؤال قال لك الفا بعشرة والجيم بخمسة ممتازين اذا القوس ينزل لاحظ معي هذه كلها نزلت زي ما هي نجي للفا الفا بكام بعشرة وهذه العشرة من السؤال تقسيم طيب الجيم بكام الجيم بخمسة هذه خمسة لاحظ معي وهذه الخمسة كل اخذتها من السؤال ما جبت شيء من عندي كلها من السؤال طيب الان عشرة تقسيم خمسة راح اخذ لدخل القوسين عشرة تقسيم خمسة بثنين ضرب تسعة طيب اثنين ضرب تسعة اثنين ضرب تسعة يساوي ثمانطاش ممتازين جدا الان نبي ناخذ ايضا مثال اخر اكتب عبارة لكل مما يأتي انا اكتب عبارات تسعة ضرب نون طيب التسعة عرفناها طيب ضرب ضرب كلمة ضرب تعني علامة الضرب اذا نقول تسعة ضرب نون هذه التسعة ضرب يعني علامة الضرب نون ممتاز جدا ناخذ ايضا مثال اخر عدد مقسوم على ثمانية يقولك عدد طيب انا اعرف هذا العدد وشو لا ما اعرف وشو طيب مقسوم على مقسوم يعني علامة القسمة طيب عدد ماهو هذا العدد طيب انا ما اعرف هذا العدد كم اثر ضمن عندك اي متغير تبغى اي حرف ميم نون كاف لام تقسيم او مقسوم يعني علامة القسمة على ثمانية اذا هو قال لعدد طيب انا لعدد هذا ما اعرف كم عشان كذا حطيت مكان حرف مقسوم يعني علامة القسمة على ثمانية هذه الثمانية ننتقل مثال اخر تصدقت منا باربعة امثال ما تصدقت به مهام النقوط اذا كانت مها قد تصدقت بثمان ريالات فكم ريالة تصدقت به منا تصدقت منا باربعة امثال اربعة امثال يعني انك راح تضرب في اربعة راح تضرب في كم في اربعة لم يقلك اربعة امثال يعني القيمة اللي عندك راح تضرب في اربعة ممتاز يعني ضرب اربعة يعني اقدر اقول اربعة ضرب القيمة اللي راح يعطيني اياها طيب القيمة اللي راح يعطيني اياها كم انا ما بثمان ريالات فكم ريالات صدقت به مونة يسألني يقول مونة كم دفعت أقول لك مونة ما أدري كم دفعت إذن سين طيب إذا قلتلك إن مهى تصدقت بثمان ريالات تقدر تقول لي أربعة ضرب ثمانية ليش لأني عرفت أن مهى تصدقت بثمان ريالات فالسين تعني النقود اللي مع مهى إذن ثمان ريالات طيب الآن أربعة في ثمانية أربعة في ثمانية بثنين وثلاثين إذن أقدر أقول أن مونة تصدقت بثنين وثلاثين ريالا إذن تصدقت مونة بثنين وثلاثين ريالا ننتقل الآن إلى التقويم النهائي أوجد قيمة العبارة ستة ضرب جيم إذا كانت جيم تساوي عشرة مين يقول شطار؟ ممتازين يقول لك الستة هي ستة مكانة ضرب تنزل ضرب زي ما هي الجيم بكام بعشرة إذا نقول ستة ضرب كام ضرب عشرة لاحظوا الستة والضرب والجيم مكانة كام عشرة إذا انشلت القيمة المجهولة هذه وحطيت مكانها قيمة معلومة لأنه أعطاني في السؤال قال لك جيم تساوي عشرة الآن ستة ضرب عشرة يساوي ستة ستة ضرب عشرة يساوي ستة ممتازين جداً ننتقل إلى تدريب آخر أكتب عبارة لكل مما يأتي نصف لام نصف وش معنى نصف لما أقول لك عطني نصف أي شيء نصه يعني كأنك تقسم على كم على اثنين نصف يعني القسمة على اثنين ممتازين نصف يعني القسمة على كم على اثنين فأقول نصف لام يعني كأن اللام هذه راح أقسمها على كم على اثنين فأقول لام تقسيم اثنين أو تقرأ نصف لام كلها صحيحة ممتازين جدا دعونا ننتقل إلى تدريب آخر أوجد قيمة العبارة فاء ضرب جيم تقسيم خمسة إذا كانت الفاء بعشرة والجيم بخمسة ممتاز جدا الآن الفاء قيمة مجهولة والجيم قيمة مجهولة لازم أحط مكانها قيمة معلومة طيب الفاء كم عطانيها؟ بعشرة والجيم بكم؟ بخمسة إذا الممتازين أشيل الفاء لاحظ وحط مكانها كم؟ عشرة بهذا الشكل ضرب طيب أشيل الجيم وحط مكانها كم؟ خمسة بهذا الشكل ممتازين له عملية التعويض إذا أشيل تغير أو أشيل القيمة المجهولة وحط مكانها قيمة معلومة بارك الله فيكم صحيح طيب عشرة ضرب خمسة عشرة ضرب خمسة بخمسين تقسيم خمسة إذن خمسين تقسيم خمسة يساوي عشرة ممتازين جداً الآن بننتقل إلى ملخص درس اليوم وش تعلمنا اليوم؟ تعلمنا اليوم عبارات الضرب والقسمة الجبرية عندنا الآن كتابتها كيف أقدر أكتب عبارات الضرب والقسمة؟ وأيضاً إيجاد قيمها كيف أوجد القيمة لها؟ تعالوا نشوف كتابتها لو قل لك نون مضروب في خمسة إذا أقدر أقول خمسة ضرب نون لاحظ معي نون مضروب في خمسة مضروب يعني عملية الضرب خمسة ضرب نون ثمنطعش مقسوم على عدد ثمنطعش هذه الثمنطعش مقسوم يعني عملية قسمة عدد ما أعرف هذا العدد شو؟ ميم إذا ثمنطعش تقسيم ميم إيجاد قيمها لو عطاني هذا السؤال البسيط أوجد قيمة العبارة خمسة ضرب نون إذا كانت نون تساوي ثلاثة يعني هو يقول لك خمسة ضرب نون هذه خمسة ضرب نون الخمسة هذه خمسة ما فيها مشكلة والضرب هذا ضرب النون هذه قيمة مجهولة حط مكانها قيمة معلومة من وين أجيبها؟ قال لك هو نون يساوي كام؟ ثلاثة شل نون حط ثلاثة؟ إذن خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسة عشر بارك الله فيكم شكرا لكم لمتابعتكم لنا ونتطلع أن تتابعونا في دروس اللاحقة بإذن الله في أمان الله